في إعلان العهل المغربي للملك محمد الساس عن نموذج تنووي في مدينة العيون 2015 خصصت 77 مليار درهم يتحدث عن مليارات الدولارات تقريبا 8 مليار دولار واليوم الحمد لله المنجزات لهذا النموذج يعني فقط 80% اليوم أمام الذهول ولكن غدا أمام استكشاف الفرص واستثمارها أيضا بالنسبة للإسبان في بيئة للأقليم الجنوبية حاضن الاستثمارات ومنخ أعمال جيد بكل تأكيد وتزكية لكلامك أستاذ نوفل وهو أن لا ينبغي أن نعمل على فك جناحي العلاقة الدولية في الوقت المعاصر والذي هو جناح السياسي والجناح الاقتصادي ذلكم أن ما عبرت عنه الحكومة من موقف جرئ الذي سبق أن تحدث عنه هذا الجانب الاقتصادي إنما يتوازى ويتناغم مع هذا التوجه على اعتبار أن الجماعة الضغطة التي تشكل في المجامعات ومنهم المجامع الإسباني رجال الأعمال هم من نادوا الحكومة الإسبانية لما تعطرت العلاقات المغربية الإسبانية وتضرروا نتيجة لعملة مرحبة ونتيجة الركود الاقتصادي التي عرفته إسبانيا نادوا رجال الأعمال بصفتهم جامعة ضغطة يعني بصوت واضح وجريء أنهم هلموا لمحاولة يعني رعب الصدع ما بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية وتلاها ما تلاها من اعتراف وكرونوجيا التي سبقا تحدثت عندنا الآن ونحن شارعنا في ما هو عملي في تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية وهو أن هذه الرجال الأعمال باتقل المشاريعهم على مساوى مدينة الداخلة وما تمثله الأقالم الجنوبي الصحراوية المغربية من رمزية على اعتبار أن إسبانيا يعني ليست هي دولة عادية بطر العلاقة الدولية وفي إطار التاريخ الإسبانيا هي التي كانت بدراجتين أخرى مرة سابقة من 1884 إلى 1975 تاريخ المسيرة الخضراء وإسبانيا تعلم أن هذه المنطقة بالذات على مستوى ما يسمى الآن باقتصاد الأزرق أن إسبانيا لها من الإمكانيات في استثمار على مستوى هذا هذا النوع من الاستثمارات الواعدة والضخمة المدرة للدخل والمنتجة للثروة إن على مستوى المغرب أو على مستوى إسبانيا بل أكثر من هذا العالم الآن يراهن على الطاقات المتجددة وإسبانيا وشركاتها لها من الإمكانية في استثمار من طبيعة الحال بتنسيقين مع المغرب في هذا النوع من إنتاج الطاقات البديلة والطاقات المتجددة للاستفادة منها على مساوى المغرب وإسبانيا بل وعلى أوروبا على اعتبار أن المغرب سبق له والآن شاركات مع بريطانيا على مساوى الإحبال لتدفق أكثر من 3000 كيلومتر وهي سابقة على مساوى المناطق الجنوبية مرون إلى أوروبا أنا أعتبر بأن هذا تنزيل هذا المشاريع وهذا الرؤية وهذا الاتفاق وهذا الشروع في العمل الميداني على مساوى الاستثمار وعلى مساوى الأعمال جهة الداخلة والداب يعني توفر منصة جالبة للاستثمار الآمين أقول استثمار الآمين على الاعتبار أن المغرب ككل أنه يحضر بالاستقرار وبالأمن وبالأمان وأن هذه المنطقة هي البوابة نحو غرب إفريقيا وأن ميناء الداخلة الأطلسي هو بقراءة علم المستقبليات أنه هو الذي يمكن المغرب وإسبانيا وكل شركاء الذين عملوا على استثمار على المستوى المناطق الجنوبية ككل وليس فقط الداخلة من جعل هذه المنطقة على مستوى الخط البحري رابط لغرب إفريقيا ورابط للضفة الأخرى من شمال أمريكا شمال أمريكا وجنوبها بل وربط كذلك إلى الميناء المتوسطي ومنه إلى ميناء الناظر ومنه إلى أوروبا ولاحظنا كذلك وأساءه وهو أن هذا الخط البحري المستقبلي الواعد أنه يتماشى مع الخط القرقارات على مستوى البري وهنا نجد بأن هناك تكامل ما بين الخط البري كطريق دولي ما بين أوروبا طنجا إلى أبوجا نيجيريا وما بين الخط البحري من الداخلة المتوسطي نحو غرب إفريقيا وكذلك الخط الأخرى ثم أنه يتكامل مع الخط الجوي على اعتبار أن المغرب والحمد لله يتوفر على بنية تحتية على مستوى الخطوط الجوية وبالتالي هذا التولاتي ما بين البحري والجوي والبري إنما يعطي فرص واعدة من أجل الثلاثة للرواج التجاري والرواج الاقتصادي والسياحي بل والثقافي وكل الروافد التي تتكامل فيما بينها لتعطي ذلك المغرب فعلا حينما نقول أنه بوابة جالبا لإستثمار الوطني والدولي نحن نلاحظ بكل صدق وأمان وبكل موضوعية وحيادية أن الاستثمارات التي تتقاطل على المغرب من كل الدول العظمة الصين بريطانيا مجموعة فيلسقراد الاتحاد الأوروبي وإسبانيا هي أولى بحكم القرب وبحكم التنا بحكم التاريخ وبحكم التحديات المشاركة الواعدة التي لا شك أنها ستعيد على البلدين بالنفع العام ترجمة نانسي قنقر